أكد المشاركون في المنتدى النيابي للتسامح 2017 الذي نظمه مجلس النواب برعاية معاليا السيد أحمد بن إبراهيم المل رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تعد واحة للتعددية الدينية والثقافية والاجتماعية ومنارة للتسامح والتعايش في ظل بيئة دولية انتشرت فيها الحروب والصراعات وتعاني من التعصب والإرهاب والعنف لم تفوت السلطة التشريعية الفرصة اليوم ولم تقف بمنأة عن مشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للتسامح بل شاركته بعقد المنتدى النيابي الأول الذي أكد المشاركون فيه أن مملكة البحرين واحة للتعددية الدينية وأنه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة أصبحت البحرين اليوم بمثابة سفير يدعو إلى التعايش بين كافة الثقافات والأديان ونبذي العنف والطائفية وبناء وملجأ للتنوع الثقافي والفكري والحضاري رغم تفشي آفة الإرهاب والتطرف في العالم هذا المنتدى المهم المنتدى الأول للتسامح والتسامح صفة معروفة ومتأصلة في المجتمع البحريني وهذا خير في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة البحرين باستقرارها وبنجاحها وبتعايشها هي خير رسالة ترسلها لهذه المنطقة في الواقع اليوم جميعنا في البحرين سفراء للتسامح الديني والتعايش السلمي وذلك اعتمادا على المركز مركز الملك الحمد للحوار الديني والتسامح والتعايش السلمي هذا المركز في الحقيقة جعلنا سفراء جعل سياستنا الخارجية تعتمد على هذا الأنصر العساسي في علاقتنا الخارجية مع كل دول العالم وبالتالي الآن انتغلنا إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة دولية في التسامح حدثت هناك عدة أنشطة ومشاريع ومؤتمرات منها مؤتمر الحوار بين الأديان في 2002 ثم عقب ذلك أيضا ندوات ومؤتمرات في التقريب بين المذاهب وندوات كثيرة داخلية وخارجية توجت بمركز الملك حمد لحوار الحضارات والتعايش والسلام والذي يعد انطلاقة ويعد مشروعا نوعيا في ترسيخ مفهوم التسامح والتآلف نطلع أن ينعكس ما حصل اليوم في المنتدى إلى الخارج من خلال الرسائل التي سترسل من قبل الممثلين الدول في المملكة البحرين كلمة السفير البريطاني كانت تأكيد على التواصل بين السفارات مملكة البحرين ومجلس النوام تأكيد على ما تحظي به مملكة البحرين من تسامح وتعايش المطلوب حوار أكثر بين أبناء المجتمعات المطلوب العودة إلى بناء ثقافة التعايش التفاهم لأنها الوحيدة التي تبشر ببناء وطن طبعا النهاردة نحن نحضر المنتدى النيابي للتسامح برعاية صاحب المعالي رئيس مجلس النواب وصاحب المعالي وزير الخارجية وكان المنتدى ما هو إلا بيعكس روح التسامح اللي احنا بنعيشها في البحرين بلد البحرين هي بلد التسامح وخلينا نقول بدون مبلغة احنا بنعيش في بلد بيسوتها التسامح والحب والمحبة ما بين كل الأديان وبين كل الأطيار المنتدى خرج بتوصيات تؤكد أهمية العمل والتنسيق الجهود المحلية والدولية في سبيل إنقاذ ثقافة التسامح والتعايش من أيدي المتطرفين والإرهابيين فثقافة التسامح والتعايش بعيدا عن براثن الطائفية ويد الإرهاب المغلولة في عنق الإنسانية هو ما يرجوه العالم اليوم لتعود هذه الثقافة تزهر بين المجتمعات وهذه هي رسالة البحرين إلى العالم